فتوى شرعية صدرت مؤخرا هذه الفتوى خلقت حالة من البلبلة وأثارت جدلا فقهيا بين رجال الدين الفتوى صدرت عن الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو واحد من رجال الدين المشهورين في اليمن الفتوى تتعلق بالمقيمين في الخارج المسلمين اللي بيعيشوا في الغرب مش اللي في أوطنهم والفتوى تتصدى لظاهرة البويفريند والجيرفريند أن كل الشباب من سن صغير دلوقتي المجتمع الغربي بيفرض عليهم أو بيجبرهم حتى ولو بشكل نفسي أن يبقى فيه علاقات قد تصل إلى علاقات حميمة جدا قد تصل إلى المعاشرة هذا هو العرف السائد في تلك البلدان فبدلا من أن يقع الشباب في هذا الخطأ أو هذه الحرمانية صدرت الفتوى بأن يجوز تقنين هذه العلاقة وعمل عقد جواز شرعي ما بين الشاب والفتاة على شرط أنه الأهل أهل البنت يكونوا عارفين وأهل الولد يكونوا عارفين وكل واحد يكون مقيم عند أهله يعني الولد في بيت أبوه والبنت في بيت أمها بس كل عارف أن هم متزوجين وبشهود وبإشهار بس يعني ما فيش سكن زوجية ولكن استبدال لفكرة أن هم يبقوا متصحبين كبويفرند أو جيرفرند كثير جدا من رجال الدين الحقيقة مش اعترضوا انزعجوا من هذه الفتوى والحقيقة وصفوها بالصفات أنا جاز أقولها على اللي ثاني لأننا عاملين شغل محترم قوي على الموضوع ده لأنه موضوع يثير أكثر من تساؤل ويلقي بأكثر من ظل فتوى الزواج فرند معنا الآن بشكل مكثف العلاقات العطفية بين الشباب والفتيات في الغرب تمثل خطرا يهدد الأسر المغتربة التي تحاول جاهدة أن تمنع أبنائها من التأثر بها لكن المشكلة كما رآها الشيخ اليمني دكتور عبد المجيد الزنداني أن مفردات تلك المجتمعات الغير إسلامية تفرد نفسها على أبناء المغتربين وتضغط عليهم فيدخلوا في علاقات جنسية لا يجرمها المجتمع وجاءت فتوى أنه لاتقاء الضرر يمكن تقنين هذه العلاقة وتحرير عقد زواج صحيح يحضره الأهل ويشهد عليه شهود ويبقى الشاب في بيت أهله والفتاة في بيت أهلها وبالتالي يلتقيان متى شاء كغيرهم من البويفرند والجيرفرند ولكنهم أمام الله وأمام الأهل متزوجان هذه الفتوى التي أطلق عليها فتوى زواج فرند أغضبة الكثيرين وإذا رجع الإطار الإسلام العام أو الفكرة العامة للإسلام أو وجهة الإسلام العامة لا نرى فيه ما يساعد على هذا الاختراع المشين المطلوب من الزوجية أن يتلاقى الزوجان دائما في طرف من النهار أو الليل بانتظام وفي مكان خاص بهم لكن ما سمعته من الأمر المطروح في تلك الفتوى أو في هذا التصور أنه من ساعة العقد تجاوزا على عدم قدرة كل منهما لتأسيس بيت الزوجية أن يعقد وأن يتلاقى وأن يتمتع كل منهما بالآخر لساعة أو لساعات ثم يأوي كل منهما إلى بيت أهله أو إلى مكان خاص ليس هذا من الزوجية في شيء إحنا بالطريقة دي من مستحة رجلينة مش قدامنا ليه اتجوزهم ببوج بالعقد ده هو يقعد هنا هو قعد هنا كويس مش هيخلفه بقى المفروض لا المفروض لا طيب ده إيه بقى ده اسمه إيه يعني العلاقة دي اسمه إيه اسمها أسرة الأسرة الأسرة علميا علميا نفسيا واجتماعيا تتكوى من الزوج والزوج والأولاد أنا يعني أحب نبقى باستمرار بنتعامل بفهم واضح وواحد مع الأوضاع الاجتماعية في المجتمع فيما يتعلق بالأسرة الأسرة هي اللي من الأساسية في المجتمع إذا تخلينا عن القواعد والضوابط التي طوارصناها والتي ثبت صحتها وفيدتها والعالم الغرب النهاردة بيحاول يرجع عليها تاني وأنا بقول لك الكثيرون غير مقتنعين أنها تندرك تحت فكرة الضرورات تبيح المحظورات نريد أن نعرف أن كل تكليف أو كل أمر شرعي له شكل وله مضمون فقد يكون رضي بهذا الشكل من أفتى أنه شكل أصوب مما يسمى عرفي أو أصوب من الضياع في دوامة الحياة لكنه حقق نصف الطريق ولم يحقق الطريق كله شكل العلاقة شكل العلاقة واختبالك ما هوش محترم ليه؟ تعالي نتقابل أنت عرف أن المدرس اللي ولاد بتوع الزوج العرفي ما هي موجودة في دي هي في بيتهم أهلها ما يعرفوش إنها متجاوز عرفي وهو أهلها ما يعرفوش بتقابلوا نفس الطريقة إحساسهم بالشؤل بعض طيب بتقابلوا فين؟ والله ساعات بنأجر شقة ما فيهلش هللي يوم وطبعا الشقة دي ما يعني مش بوها والله يبينروح عنده واحد صاحبه سكن لوحده والله في مكان خالي والله مش أنا زوج هذا جوز إيه؟ ده بهدلة وقلة إيمة ولا مؤخزة بيبقى أشبه بالعلاقة بين الحيوانات أما المؤيدون للفتوى فينظرون للمسألة بشكل آخر يعني يفتبه بفتوى في مكان لا يفتبه في مكان آخر وفي زمان لا يفتبه في زمان آخر في نفس القضية كما فعل إمام الشافعي مذهبه في الشام أو في العراق كان يختلف عن مذهبه في مصر في نفس القضايا فرأى شيئا هناك وغيره هنا في مصر وهم بلدان عربيان إسلاميان فكيف بعربي وأوروبي أو موطن عربي وموطن أوروبي اختلاف لغة واختلاف عقيدة واختلاف عادة واختلاف جو وتقاليد وبيئة فلابد أن يكون هناك حلل وإشكلة هؤلاء الناس لأن الإسلام يقول لناش خدوهم من هناك ورجعوهم لبلادهم علشان يكونوا مسلمين لا طيب هذا يعقد المشكلة أكتر لسبب أنه مدام العلاقة موجودة هذا الشخص أو هذه الإنسانة لذلك يسألنا عن موقف الإسلام أو موقف الشريع من هذا ويوفت لهما بإمكانية عقد الزواج مع ذلك أنهما خلف الشرع وزنيا بالعربي ارتكبها أو مارسها علاقة جمسية خارج الزواج أنا أنا يا رجل الدين يعني المفروض أنا حريص وحارس على العقيدة وعلى الشريعة عم أقوله قلنا هذا اتجوزهم ما خلصت المسألة لا فتوى شرعية زي كده بتفسح لهم المجال أنهما ده مش شخصي أنا يعني ده أنا بحاول أقولك المنطق اللي في أذهان من أطلقوا الفتوى أنه سواء في الغرب أو سواء هنا ظروف زواج متعسر ظروف بناء مستقبل فدي على الأقل بتخلي أنه الأهل عارفين بعلاقة قد تحدث في أي لحظة يعني زي ما حصلتش النهاردة ممكن الشاب والفتاة ده يقيموا العلاقة دي بعد سنة بعد سنتين فلا لا إحنا نعمل عقد الجواز ده وعشان على الأقل كل حد يبقى زي ما يقولوا عارفين راسنا من رجلينا ده منطقهم رديه عليه لا منطق فاسد أولا دي حالات فردية والفردي ليس له قيمة ومش هنغير الشريعة والقانون على شأن حالات فردية الغالبية العظمة من المهاجرين مصريين وغير مصريين في الغرب متجوزين ومستقرين ومحترمين وبيخلوا المجتمع اللي هم موجودين فيه بيحترمهم لأنهم ملتزمين أبناءهم بقى المشكلة في الجيل الثاني والثالث اللي هم يعني ما عندهمش نفس القناعات اللي أهليهم جاية بيهم هي دي المشكلة اللي أعتقد أنه الفتوى دي صدرت في ظروفها هذا مبدأ خطير أنت طلع مبدأ خطير وهو التنازل الذي يبدأ بخطوة وتتلو خطوات بحيث أنه ينتهي الدين فتوى الشيخ الزنداني بخصوص تقنين العلاقات العاطفية بين شباب المغتربين تطرح قضيتان قضية خاصة وهي مشروعية هذا النوع من الزواج وقضية عامة هي التشكك في قدرة الاكتهاد الفقهي على تقديم فتاوى معصرة تتعامل مع التغييرات الأنية دون المساس بأساسيات الدين الرأي المعترض كان واضح جدا في الجزء اللي احنا عرضناه حالا ولكن الرأي المؤيد للفتوى هو الذي يحتاج منه أسئلة كثيرة جدا لنتعرف أكثر على السند الشرعي أو حجية هذه الفتوى أو كيف سيواجه العلماء المؤيدين للفتوى أقرانهم المعترضين بشدة والمنزعجين منها بعد الفاصل مباشرة هيكون لنا لقاء مطول مع فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقا وهو أحد المؤيدين لهذه الفتوى ويعتقد أنها نوع من التيسير على المسلمين ونوع من الاكتهاد الصحيح والذي فيه صالح المسلمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الزواج الزواج ثم يكون الاشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رأى اشتركوا في القناة لأنها اشتركوا في القناة 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 وهكذا يتنازع الناس الحياة فإن تنازعتم في شيء فردوه لله وإلى رسول هناك مقولة للإمام مقولة للإمام مالك ولغيره أيضا من الفقهاء نعم يقولون تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفتن بقدر ما تحدث في الحياة من فتن بمعنى يعني قضايا مستحدثة تكون لهم لابد لهذه القضايا لابد لها من حلول من كتاب الله لأن النص الإسلامي من قرآن وسنة وحي من الله لا من البشر لا ينتهي عطاؤه ونزل لينظم حركة الحياة للناس إلى أن تقوم السعر يعني أفهم حددك أن الفتوى دي تندرك تحت ما يسمى بفقه الأقليات لا منع أن هي تصلح للعاجين حوم مخصصون لهم ظروف خاصة لا منع أن يكون لهم فقه خاص الحقيقة النقطة دي أعتقد أنها جدلية فضيلة الشيخ لأنه فيه ناس كثيرة يعني يحامون عن الدين بيقولوا أنه الدين مش جلبية تفصيل أنه إحنا هنفضل نفصله وخاصة على الاستثناءات وده يمكن سمعناه أنه دي حالات استثنائية لا يصح أن نصدر الفتاوى على الاستثناء الفتاوى الشرعية أو الشرع يعني يتعامل مع القواعد العامة الشيخ لم يطالب أبناء المسلمين في ديارهم الإسلامية الذين استظلون بحكم يستمط من الشريع الإسلامية نظم لهم عاداتهم وتقاليدهم وأصبحت لهم عادات إسلامية لم يشرع لهم هذه الفتاوى ولكن شرعها لقوم الغرباء في أرض غريبة يعيشون ثقافة غريبة ويعيشون بدينهم في غربة فقن لهم هذا لينظم لهم حياتهم بدل أن تكون حياة يساورها الإسم لتكون حياة متفقة مع الإسلام فيعيشون إسلامهم بدل أن يعيشون بعيدين عنه يعني حددك من أنصار التيسير أنا جاءني اليوم في لجنة الفتوى رجل يقول أنا أريد أن أترك الإسلام إن لم تحل لي مشكلتي ما مشكلة دقك نعم لمشكلتي معي زوجتي وأولادي وحلفت طلق سلاسا كل شيخ يقول له يطالق ولا بد أن تنكح زوجا آخر ثم تزوجها إن كان سيفرض علي هذا لا أنا أترك الإسلام وأعيش بعيدا عنه مع أهلي وأولاد من الذي يخرجه من الإسلام جمودنا الإسلام كفيل بأن ينظم له حياته وأن يقضي له مشكلته لكن نحن لم نفهم ولم نحاول أن نجتهد حتى نجد لهذا الرجل ما يجعله يعيش في الإسلام الإسلام فيه صراء والشرع الإسلامي أثرى من هذا كله ولنشد الدين أحد إلا غلبه فلو أن نقلنا لهذا الرجل سألنا لماذا لا نفتي برأي مذهب ليس بشرط أن يكون من أهل السنة هل الإسلام كله سنة؟ لا الرجال يعرفون بالحق وليعرف الحق بالرجال حيث ما وجد المصلحة فسم الله وحيث ما صح الحديث فهو المذهب وحيث ما صح النص فهو منهج الله تبارك وتعالى أراده بين خلقه فإذا وجدنا من يقول مثلا من علماء المسلمين وهو نص صحيح من كتاب الله يشترط أن يكون الطلاق بالإشهاد وأشهد زوى عدل منكم في قضية الطلاق وقال ابن عباس لا طلاق ولا اعتاق ولا زواج إلا بشاهد عدل والراجل جاء لعيبنا ابن طالب يقول له يا أمير المؤمن طلقت زوجاتي قال أشهدت على ذلك قال لا أذهب فليس طلوقك بطلاق لماذا لا أجر هذا وله سنده الصحيح من الكتاب والسنة وأحل لهذا الراجل مشكلته قبل أن يخلق من الإسلام ويكرهني ويبغض الدين الذي يعيش فيه لأنه سيضيع له أسرته الحديث الحضرية التي تتكلمه ده يعني حديث فيه كلام كتير قوي هذا مثل من بين الأمثلة يعني خليني أكون صريحة ووضحة معاك فضيلة الشيخ أنه هذه الأراء الجريئة لا ينطبق عليها إلا أنها أراء جريئة بغض النظر لا نسميها جريئة ولكن نسميها واقع الشريعة الإسلامية الأراء دي فضيلة الشيخ يعني تعرض عدد كبير جدا من الأئمة للهجوم الشديد والشنيع فأقولك ليه لم يقل إمام أنا الإسلام والإسلام مني وقول غيري ليس بإسلام لم يقل أحد هذا ولم يقل خذوا رأيي وأعملوا به وحده بل قال رأيي حق صواب يحتمل الخطأ رأيه غيري خطأ أي في اعتقال واحدة من الصواب أنه إيه أنه البعض قد يناقش هذا على أنه نوع من عايزين نقول التيسير نوع من رؤية توافق المصلحة الدينية مع المصالح الدنيوية مع الناس البعض الآخر يشوفها زي ما دكتور مكدوب قال يشوفها لأنها نوع من التنازلات تنازلات فتنازلات فتنازلات حتى ينتهدين الرأي ده أنا أنقله لو خرجنا عن النصوص لسميناها تنازلات منا نعم نحن لا نمك التنازل عن وحي الله ولكنها مرتبطة بنصوص صحيحة وبأقوال علماء أثبات لهم رأيهم ولهم وزنهم فلماذا لا نحل بها مشاكل الناس عقم مذهب أن يحل مشكلة المذهب الآخر يحلها ونحن جميعا مسلمون نظل نتمسك بأن سنيون حتى يضيع تضيع السنة ويضيع السنيون وهؤلاء يتمسكون بأنهم شيعة حتى تضيع الشيعة وضيع شق من الإسلام لا الإسلام هو كتاب الله وصنة رسول الله بعض علماء الدين المتشدين فضلت الشيخ بيصروا على أن من يطلقوا هذه الفتاوى بيسموهم مسمحلي لأنه ده نقاش مطروح وإحنا أحرب أن نطرحوا في هذه الفترة من الزمن فترة العصيبة أنه في بعض علماء المتشدين بيقولوا أنه الأئمة أمسال حضرتك اللي بيقولوا هذا النوع من الفكر التجديدي في الدين بيطلقوا عليهم أنهم مشايخ السلطة أو هذه فتاوى السلطة أن الهدف الوحيد من هذه الفتاوى أنا أعلم أن له رأي قاسي ورأي مجحف في بعض الأحيان بترد عليه بإيه السلطة ليس لها رأي في الفقه السلطة لها رأيها في السياسة ونحن لنا رأينا في الفقه بحسب تخصصنا وبقدر إمكانياتنا العلمية والفقية إذا وجدنا مصلحة لمسلم توقفت ووجدنا لها حلا من نص من كتاب أو سنة واجب أن نشتهد لنضع لها نصا وهذه سنة الحياة وإلا توقف تتشريع وتوقف الإجتعال يعني حدثك شايف أنه الفتوى المعصرة هي لتيسير الحياة لا لتعقيدها لتيسيرها طبعا أن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فإن المنبتلى أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى الإسلام أوسع من ضيقنا ومن أفكارنا وأوسع من قضايانا وكفيل بأن يحل لنا مشاكلنا ولو لم يكن هو جاء لحل مشاكلنا ما كانت داعي ليه لم يكن هناك داعي لوجوده إنما جاء ليحل مشاكل الحياة فإذا وجد الشيخ الزنداني جزاه الله خيرا أن معضلة موجودة في موقع ما من الأرض مع المسلمين تحكمهم ظروف خاصة ومضطرون أن يباشروها بمعصية الله فلماذا يباشروها بطاعة الله وبعقد شرعي سليم ويكون الفتاة زوج الفتاة يرسها وترسه وابنها ابنه ويلحق به حتى يسر الله لهما السكن السكن داء المنة من الله علينا بالسكون ومن آياته أن جاء خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذا في مورد الامتنان بنعم الله على عبده أن جعل بين الأزواج في الإسلام مودة ورحمة لكن ليس شرطا في صحة الزواج يعني حددك شايف أنه لتسكنوا إليها بمعنى السكينة بمعنى السكينة والاستقرار والسعادة والمحبة والمودة ليس معنى السكن في بيت واحد السكن في البيت السكن هذا حق الزوجة في أن يكون أوفر لها السكن السكن الآمن والهادئ ده بمعنى السكن المحلي والمكاني لكن السكن المقرر في كتاب الله وسكون النفس إليها لا ينظر إلى غيرها ولا ينشغل بغيرها ولا ينظر إلى أن يرى متعته بعيدا عنها بل يرى القناعة فيها عودة أخرى لنص الفتوى وسبب المشكلة هو أنه بالرغب من تفسيرك الحقيقة المتطور جدا لهذه الفتوى أو تبريرك لها إلا أنه تبقى مسألة خاصة بالفتوى هي أنه طب فين الأسرة؟ طب يعني الفتوى دي حلت يعني حولت أن هي لا تخرج الناس أو توقعهم في الحرام ماشي فهمت الجزئية دي كويس جدا أين الأسرة؟ يعني لما هم كل حينما يعني يجدون السكن أو حينما يوجد الولد لابد أن تسعى هي لأن تكون بولدها عنده وأن يسعى هو ليكون بولده عندها ستفرض عليهم الظروف أن يبحثوا عن السكن الذي يضمهم مع الطرف الثالث يعني حضرتك ضد التعبير اللي تقال أنه ما هذا إلا تقنين لعلاقة زنة لا هذا خطأ هذا قصور هذا قصور الحياة كفيلة بأن تجمع متى وجد الولد ولم يشترط إذا كان في العقد عدم الولد يبقى إذن باطل أصبح متعة طيب وأصبح سفاح نعم إلقاء الألماء بلا غرض وهذا هو السفاح لكن هناك اتفاق على أنه عقد شرعي كامل بقصد الإنجاب والاستمرار إذا وجد الولد أصبح من المفروض عليهم اجتماعيا وبفطرة الحياة أن يبحث عن مكان مستقل بهما ليكون بينهما من أنجباه نعم فضيلة الشيخ علي أبو الحسن طلب الأخير من حضرتك هو رد على من يتهم المجددين في فكر الإفتاء المعاصر اللي بيتهمهم بأنهم يميعون الدين هو ذا الاتهام ده عايزة ردك على داو الفقهاء الأوائل عاشوا هكذا من يتسع منهم أفقه ليجتهد يرمى بالسهام من ضيق العقول كمروم يا الشيخ محمد عبده وهو إمام عصره ومجدد عصره كمروم يا الشيخ العطار كمروم يا الشيخ الشيخ محمود شلتوت وهو أبو حنيفة العصر كما يقال من من؟ ممن لم يفهموه أو ممن لم يعطوا أنفسهم الوقت للبحث بمثل ما بحث فالشريعة والإسلام أوسع نطاقا من أفكارنا ومن علمنا ومن أفقنا الضيق وهو جاء ليحل جميع المشاكل لا توجد مشكلة إلا ولها حل الوقت انتهى بس أنا عندي سؤال اسمحي لي مخرجتي العزيزة بس ما ينفعش أختي من غير مسأله سؤال جدل فإن حضرتك مع هذا النوع من الزواج إذا كان بيحل مشكلة طب أنا اللي عرف أنه حضرتك ضد زواج المتعة مثلا وهو حالة خاصة ليس زواج متعة زواج متعة لو أكت والزواج العرفي يعني ما هو يعني الرجال الدين ضد النوع ده من الزواج شمعنا هنيجي عند الزواج الجديد لا هو الزواج العرفي الحالي القائم ليس زواج عرفي الزواج عرفي من عرف من شرع الله أصله واعتاده الناس فيما بينهم لكن القائم الحالي ده سري حيث غيب الأهل وغيب الولي ولم يكن له إعلان فصار سريا فصار باطلا إنما جواز فريند ده الأهل ده القائم الآن لا يسمى زواج عرفي ولكن يسمى زواج سري أما زواج المتعة فهو ما حدد فيه وقت المتعة من شهر كذا من يوم كذا يوم كذا من شهر كذا لشهر كذا في مقابل ما هو كذا يعتبر باطل لأنه لم يستهدف فيه الإنجاب والولد ولم يكن الغرض منه لاستقرار الحياة والسمرارة فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف سابقا ووظفنا النهاردة أنا متأكدة أنه الموضوع لم ينتهي وأنا أنتظر من المشاهدين كثير جدا من المداخلات سواء المؤيدة أو المعارضة لسبب هام جدا أن أنا عايزة أنقل لحظاتك يعني نستثمر كم الإيميلز الكبير اللي إحنا بيجي لنا وأنقلوا ليك بس على وعد أنك ترد على بعض النقاط اللي هم هيثروها يمكن المشاهد عنده نقاط أكثر ثراءا من اللي أنا أثرتها أو أكثر لها أبعاد أكثر أتمنى عليك أنك يعني تشرفني بهذا الوعد أنه النقاط اللي هيثيرها الناس والمشاهدين تبلغنا بردها حتى وإن كان كتابي الله المفوق إن شاء الله أشكرك فضلت الشيخ الله المفوق إن شاء الله وبالفعل موضوع لم ينتهي هيبقى لنا في متابعات أخرى في فاصل وبعد كده ننتقل إلى موضوعات أخرى سمعناها ورأيناها ونتحدث عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة